مننتقل لفقرة إلها حلب هالفقرة بيستضيف دكتور رائد محسن اختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزواجي والعائلة موضوعنا اليوم كتير مهم التنازل والتضحية من طرف واحد بين الشركين أذا بدكم هي إنبلي رح يجي يوم وتنفجر صح؟ مهجور يجوز جدا صباح الخير لأليك ولكل اللي عم يشاهدونا تضحية هي أحد أهم أسس العلاقات الحميمية والشراكة والزواجية فيما بعد ربما لكن إنه الواحد بده يعرف إنه لما يفوت هالفوطة هاي دي بالتضحية حلو يكون المبدأ دون مقابل أنه أنا عمضحي بدون مقابل كتير مني هيك مفروض لكن أدافي الواحد ضل مضاين دون مقابل حتى لو هي أو هو مش حسبها إنه بده مقابل يعني سيأتي يوم وقد يكون قريبا أو بعيدا وأشعر به إنه أنا مش إنه ما بطلع لي شي على الصعيد الفردة بس ليش أنا بس عمضحي على الصعيد المادة والأنانية لكن لحيم رؤوا محطات بالعلاقة الحميمية أو فيما بعد الزواجية لما أشعر إنه كنت منتظر من الشريكي من الشريك كذا وما كان فيه هالردة الفعل اللي أنا كنت بتوقعه ماشي الحال لكن صار فيه حدث ثنين، ثلاثة، أربعة عم نحكي عشر سنوات، خمس عشر سنة طبعا لأ منيجي منقول إنه أنت عودت هيك أنت عودت هيك صح أنت عودت هيك دائما تعطي دون مقابل معنات أنه بس هو مفروض أنه كمان أنه أوقات ولو أقل معا منعدهم أهم شيء أنه بعلاقة لما يكون بشراكة منحسبها 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 بس هي بدو يجي وقت معين وحالك تبلشت أنه فيها الأملة ممكن أنه تنفجر تنفجر طيب هوني بصير المشكلة بالنسبة إلي أنا المشكلة بالنسبة إلي أنا أنه أنت معودتي من الأول هيك هل إليك حق بعد خمسة عشر سنة تجي تقولي أنه بدي شيء بدي بدي حركة بالناحية الإيجابية الجواب إنه نعم بحق إليك بصعوبة سيحصل ذلك أنه تعود ويمكن إليك هلأ في قطة ما أنت هيك من وقت لكنا سوى عم نتواعد أو لما كنا خاطمين ولا مرة يعني دائما هو حتى لما يعني هذه المبدأ التطحية لما الواحد يعطي ما السخين يعطي أمثري من السخيف للمهم وما في شيء سخيف بالبسيط للمهم أنه مثلا أنت نقول أنه هي ما بتحب تروح إلى مكان ما وما كان ترحله أبدا ممكن تكون ما بتحب تروح على الجبل عم نحكي حيث هناك شواطئ ممكن ما بتحب تروح على البحر وكرميلو صارت تنزل على البحر طيب هو كرميلو ما عمل شي مش مشكلة ما بده شي بالمقابل بقى هيدا مثل بسيط أكره شي عنده أنه يمضي الأحد مع العائلة كرميلو صار يمضي الأحد مع العائلة كرميلو صار يعمل كذا كرميلو صار يعمل كذا لما يصير في خلافات في واحد دايما بتنزل للتاني نحن قالنا التضحية والتنازل طيب إذا حدا دايما عبيتنازل طيب معقول هيدا عندما تستيقظ بعد عشر سنوات خاصة المرأة ايه بتشيق بعد وقت بعد عشر سنوات قلتها بالعشر سنوات ولا مرة أنا كان معي حق دايما كل ما نختلف ما كنت فكر حتى مع مين الحق دايما أنا أعتذر دايما أنا أتنزل دايما أنا أرجع رمم العلاقة دايما أرجع أنا بسمي دايما تكون هي الصليب الأحمر يعني دايما هي بتخلص تنقذ العلاقة دايما تلعب دور الصليب الأحمر انه الصليب الأحمر دوره كتير نبيل لكن بلايات الزوجية ما فيك دائما تكوني أنت صديق أحمر المرأة بتضحي أكتر يعني فينا نقول بتركيب مسألة تنازل بالخلافات طبعا مين معه حق أنا عند الرجل شوية بتلعب دورة أكبر من المرأة معناتها أنه هو دائما على حق سلمته إيها أو سلفته إيها أنه دائما أنت معك حق طب بعد عشر سنين بتفيقي هي وبتقول أنه ولا مرة كان معي حق يعني ما معقول عشر سنوات هي مش باسمه معقول ما معقول أن أصل خمس مرات تختلفوا دائما يكون هو واحد معه حق أنك أنت وهو صحيح إلا إذا كان حدا مستقصد أنه يعمل المشكلة يعني بيكون دائما حق عليه فإيه هذه مسألة أنه واحد بده يعني الواحد بييني شخصية وروح التضحي موجودة بالإنسان وقت نتعرف عليه ونتعرف عليه من خلال عائلته من خلال أصدقاء وصديقاتها من خلال فترة التواعد بيبين مظبوط يعني نحن ما بنرتبط بالشخص العائلة بتلعب دور كتير كبير يعني هادي بلك كتير مهمة لما بيكونوا عم بتعرفوا ع بعض يعني مين عائلتها ومين عائلتها بتلعب كتير دورتها يعرف من أي بيئة جاية هالشخص ودائما نقول نحن أنه التعرف على العائلة مهمة لأنه إذا كان كتير بالبيت دائما هي مبطلت دائما هي لا تخطئ كل بيستشيروها دائما كلمتها هي السائدة بالبيت عند أهلا شو ما كان رأيها يعني ترح تكون عندها يعرف أنه هي تتوقع عائدة مني أو العكس أنا عم نفرق بين رجل ومرأة عم نقول حيث هو أو حيث هي صح فهيدي إشارة ما في الوحب بس أنا بكرة بعرف كيف دوزن الأمور دوزن وإن لم تدوزن شو نعمل يعني بدأت تخرب على فكرة الأمثل اللي أعطيتها دكتور هي من أمثل صغيرة يعني قصة أنه من قد دول أحد أو أنا بحب روعة البحر هو ما بيعنيله هؤلاء من أمثل صغيرة هؤلاء ممكن يخربوا العلاقة كلها صحيح ممكن يعملوا تراكمات يعني صحيح يعني يعني لما نقول نحن أنه حدا بيقدر كتير وبيقيم العلاقات العائلية وحدا ما بتعنيه شيء العلاقات العائلية وتعرف فيه أنه ما بتعنيه شيء أبدا أبدا وضد وصار يعمل كرميلة هالشيء هيدا ما معيتها بالمقابل هي بوحدة لازم يتعمل وحدة لكن كمان صار هو هون كرميلة وهون كرميلة وهيدي حتى هي ما تزعل وهيك هي بتحب وبكرة معنا وليت كمان برجع بمطرح معي أن بقول أنه منك معبرتيني طب كيف ممكن يحلوا الموضوع منك معبره عفوا منك معبره اللي بحبه ولي ما بحبه مي لايكس ان ديس لايكس منك معبرتيني نعم كيف ممكن يحلوا الموضوع قدمهم يحكوا مع بعض يعني قدمهم اللي عم بضحي أكتر يوعى بفترة مبكرة يعني ويلفط نظر الشريك الآخر ما هي مفروض لما الواحد يحس خاصة المرأة بتحس شوية أكتر من الرجل بهذه الشهادة أكتر بكتير لما تحس أنه بتصير هي في علامات استفهام حول أحاسيسها وبعدين بتصير تكذب حالها لأنه لا أنا بحس غلط بحس غلط لأنه لاحة مرة سأتيني شو اللي بخلي الواحد يعمل تلليك الحب تلليك أنسيت لأنه هي لاحة أنه الحالة العاطفية اللي هي فيها هلأ العاطفية العميقة اللي هي فيها التعلق به نعم بقى بتصير تتغاضى عن أنه أنا حسات أنه يمكن يكون بخيل حسات أنه يمكن هو أناني ما بضحي أبدا كله بدوياها على طريقته طب هيدا أحساسك ما أقول أنا أنه صح أقول اشتغلي على أساس أحساسك شوفي كيف بدك تتحري بالأمور ببعض الأمثل اللي عم تصير قدامك من الأحداث يومية وأسبوعية بها العلاقة قبل الزواج لحتى تبرهنة أنه مضبوط أحساس بمحله أو ليس بمحله طب أدي أدي فيه احتمال أنه يتغير الشريك الآخر لما لنفت له أنت به ولا فيه طبع بيغلو يعني بس هيك الإنسان دائما نقابل لأنه يتغير طالما الحالة الذهنية منيحة ما فيه واحد أقول هلأ صار عمري أربعين جاي بيتغيرني جاي بيتغيريني هيا من أولى لين مكان هلأ صار عمري خمسين جاي بيتغيريني بعد هلأ عمر الثابد طالما إذا عمرك منين وخمسة وثمانين وذهنك منيح معناتا أنه أو رادي يعني أنت حاضر معناتا الواحد بغير الإنسان بغير إذا كان مقتنعا أنه تغير هو لصالح العلاقة بس هذه الحجة طبعا صارنا عشر سنين هاي كاللأ جاي تغيريني هذه معناتا يعني أن العلاقة معنا ذلك أن العلاقة لا تعني لك شيئا أو تعني لك القليل تعني لك القليل ما بدك أن تبدل جهدا للتغيير هيك معناتا نعم أنه أنانيتك أو أنانيتك أحسن الشباب بلأ الشباب بقوموا بقوموا عليك لا أنه أنانيت الإنسان عم تتغلب على مصلحة العلاقة والشراكة الزواجية بس مثل ما ذكرنا من شوي دكتور هي عن جد المرأة بتضحي أكتر وبتتنازل أكتر وبتكسر أكتر يعني هذه طبيعة التربية أول شيء بتركيبة المرأة أكتر وبتربيتنا كمان يعني عنا شغلتين مهمين صحيح بتركيبة عائلتنا وتربيتنا بالعالم مش بس أنه معنا نحن نفتكر بس أنه الرجل الشرقي المرأة الشرقية لا بالعالم الفتاة بتتربى على أساس أنه أنت المضحي عفوا أنت اللي بتقدمي أنت اللي بتحملي أكتر زيدي علي مجتمعاتنا نحن بالعالم العربي أنه أنت ما عم تعرفي كيف تتعاطي معه اللوم عفوا اللوم يقع عليها أنت ما عم تعرف تتعاطي معه ما عم تعرفت رايحية إيه ما عم تعرفت رايحية أو لازم تعرف تيجي على عقلاته شو يعني يعني هو معلقة إزمة فهم لعقلاته كيف هي بتفكر لكن هي عليها أن تراعي نمط تفكيره والمنطقة طبعه هيدا من جملة كتير منيح ما لازم نغير بس لازم نضيف طريقة لعم ربي فيها المرأة أنه ربي فيها الرجل التحمل والتضحية أنه نفس الأشياء تنقل للرجل للصبع هذه كواليتها هذه خاصة كتير منيحة بالمرأة أنه القدرة على التحمل والتضحية أكثر من الرجل نحن نخلي نصير أنه ضلك عن تعرفت ما أنت خلي الرجل هو يصير متساوي بالمرأة من هالنواحي الإنسانية هذه صفات إنسانية أوكي يفتخذ الرجل لأنه تحت عنوان أنه أنت رجال والرجال ما بضحية أو الرجال ما فإذن بضحية مكان آخر لأنه يمكن هو قول أنا على الضحية بشكل ساعات عمل الزيادة على الضحية يمكن ما بعرف بمجالية ما عمنا نقول لا بس عبونا نحن بالعلاقة هوني مين عبضحية أكتر نتذكر عن شو موضوعنا فبالعلاقة مين عبضحية أكتر فيه استثناءات فيه رجال بتضحي أكتر من نساء فيه نساء بتخلحة أكتر أفنا الحديث هوني يمكن يزعلوا معهم حق أنه لا أنا بالعلاقة أنا كرجل أنا كزوج أنا المضحية أنا اللي عملت ها كاك وبيسرد كل الأمثال اللي أعطينيها بيسرد عن حاله وهو محق بلك الرجل بيفهم التضحية بغير أسس بلك بشغله بيسهر وبيعمله بأكتر من مهنة أوقات بعدم نومه كفية يعني كمان يمكن يعني بيفهم التضحية بغير طريقة طيام الناحية وعم نحكي نحنا بالإشار اللي كنا عم نحكي فيها خاصة الأمثال اللي عطينيها أنه كمان هو اللي بيعمل بيتنازل وهو اللي بيضحي وهو ومش هي بس نحن بشكل عام بشكل عام بس أنا ما كان قصدي أنه فوض بالحديث بيضحي أكتر لذلك أنا قلت للإنسان أنه أنا جريتك لهنيك يعني بس أنا عم دراسات نشوفهم بضحي أكتر عم يطلع أنه ما قلت إذا ما ناخد المنحة هيدا بطلع رجال كمان عم يضحي بإشياء كتير بس عم نحكي نحنا بالنسبة لزوجه وشو عم يضحي بالنسبة إله بالنسبة لعلاقته حتى لو منهم مزوجين لذلك بلشنا علاقة الحميمية بعدها ربما قد تصبح زواجية لأنه قد لت تكون في حالة زواج نعم بقى هيدا يعني نرجع لما اختم للموضوع عزواءك لا اختم للموضوع أنه في إشارات ما معقول ما يكون في إشارات منذ البداية مراحل الأولى للعلاقة لا ما من نقول من أول مرة أو تاني مرة أو مرة أو تاني مرة يعني أول أسبوع أو تاني أسبوع لتقوا فيها لا عم نحكي منذ بداية المراحل لهالعلاقة كان واضح أنه هو من النوع اللي مايوي على طريقتي فهون عم نقول أنه شوك تعالي تجاه الموضوع والثقة بالنفس تلعب دورا كبيرا لأنه اللي ما عنده ثقة بنفسه وبذاته واعتداده وتقديره للذات سلف استيم متدني بتصير بتفكر أنه لازم تضحي أفتر نعم نعم ونفس الشي هو إذا كان إذا ما عجبها الأشي العب طالب فيها يمكن تتركني وين ممكن أرجع لي أحدا يحبني أو يكون بمواصفاتها معيها شو في شي غلط بيثقتك بذاتك بنفسك ضروري مرسي دكتور على الموضوع وهالأسس الحلوة اللي عم نحكي فيها بتشكرك شوفك أكيد الأسبوع المقدم